اقرأوا يا أخوانا الكرام في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أول شنا بسير يمر اسم النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نصلي عليه في حديث أنا لا أمل من سماعه وكلما ذكرت الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرته بهذا الحديث نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واستيقظ من منامه فرحا فقالوا له أضحك الله سنك يا رسول الله ما الذي يضحكك صلى الله عليه وسلم استيقظ مسرورا مبسوط ما الذي يضحكك يا رسول الله فقال رأيت رجلا من أمتي يمشي على الصراط يمشي مرة والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الصراط بأنه جسر ممدود على متن جهنم يعني المسير عليه أمر صعب جدا ولولا لطف الله لم استطاع أن يمشي الإنسان عليه خطوة واحدة قال رأيت رجلا في منامه صلى الله عليه وسلم من أمتي ممكن تكون أنت ممكن تكون أنت أو أنت أو أنا رجلا من أمتي يمشي على الصراط يمشي مرة ويكبو مرة ويقف مرة ويمشي مرة بس بده يخلص مع محسن يصل إلى الطرف الآخر ثم يكبو مرة ثم يمشي مرة قال فجاءته صلاته عليه فأقامته على الصراط حتى أدخلته الجنة معنى ذلك مو بس الصلاة التي نصليها تدخل الجنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي التي سوف تأخذ بحجزك ويدك لتدخلك إلى الجنة جاءته هذا الرجل في حياته ممكن يكون تصدق ممكن يكون صلى ممكن يكون صام ممكن يكون بر والديه لكن الله عز وجل علق نجاة هذا الرجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأت في كتاب أنصحكم جميعا بقراءته اسمه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم للإمام السخاوي ذكر السخاوي في هذا الكتاب ثلاثا وسبعين فائدة بأدلتها من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر عن رجل من التابعين أنه نام مرة فرأى جارا له مسرفا على نفسه ظاهر الرجل الله يتوب علينا جميعا كان يشرب الخمر أو مسرفا على نفسه بالمعاصي فقال له ما فعل الله بك قال غفر الله لي قال له بما قال له ذكر النبي في مجلس فرفعت بالصلاة صوتي فقلت صلى الله عليه وسلم فغفر الله لي بذلك لأن من سمعني صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم